بالنسبة لأبراج الأكثر رومانسية وخصوصاً الرجالة لأن دايماً الستاب تشتكي بأن الرجالة المعاها مش رومانسية فلو عايز راجل رومانسي هقولك على كام برج تقداري تختاري منه أول برج رومانسي بس ممكن بيحتاج مجهود شوية كبيرة عشان تخرجي رومانسيته دي برج التور لأنه برج التور بيحس قوي وبيحب قوي وممكن ما يبقاش بيقول بس على قد ما بيتصرف يعني ما تستنيش منه كلام حلو قد ما تستني منه مواقف حلو تستني منه مثلاً لفتات رومانسية مش بالكلام هو بيعبر أكثر بالفعل مش بيعترف بأن انا لازم اقول لك بحبك عشان تعرفين انا بحبك بس ممكن حبي ليكي يبان في وقوفي جنبك في فكرة ان انا دعم ليكي فكرة ان انا في ظهرك في فكرة انه وقت ما هتحتاجني هتلاقيني هتلاقي رومانسيته ممكن يعملك عشا رومانسي بس وهو على العشا رومانسي ده او هيخرجك او كده مش هيعد يقول الكلام حلو بس هتلاقيه بيتصرف التصرفات حلوه جايبلك هدية جايبلك ورد جايبلك حاجة فرومانسيته بتبقى شوية افعال اكتر منها كلام البرج اللي بعد كده رومانسي جدا بس بالنسبة للرجاله برضو ممكن ما يبقاش بدرجة كبيرة برج السرطان هو بطبيعته رومانسي رومانسي وعاطفي وحساس لكن ممكن بسبب ان هو بيحب دايما يبقى بيحذر وبيحب دايما يبقى الحياة خفيفة كده على عكس البنات يعني فهتلاقيه رومانسي بس مش طول الوقت يعني مش الرومانسية اللي تزهقك مش الرومانسية اللي هي تحس انه انت عايش فين بقى يعني كفاة كده فبرج السرطان رومانسي بس عقلاني يعني برضو الوسط مش الرومانسية اللي هي تغرقك مش اللي هو مش سومة العاشق يعني من الاخر فرومانسيته بنسبة كبيرة معقولة اللي هو هتلاقيه شوية بيدلعك وشوية بتخانق معاك شوية هتلاقيه حتى رومانسيته او كلامه الحلو في صغة هزار ودحك ايه بت الحلاوه دي ايه الجمال ده مش عارف ايه مش بمحنه وبسهوكه وبسهتنه وكده ده بالنسبه سومة العاشق اكتر برج ممكن يبقى سومة العاشق او يتقال عليه سومة العاشق برج الحوت هو رومانسي جدا جدا بس بزياده بمشاعر طول الوقت هتلاقيه مغرائك حبا صبح وليل كلام حلو بيدلعك دايما طول الوقت بيتأمل في جمالك وطول الوقت بيحب فيك يعني لو واحدة عايزة واحد بياخد بالها لو قصت دوافرها الحوت هو بيركز جدا في تفاصيل اللي بيحبه ودايما بيقول له كلام حلو دايما بيعبر له عن مشاعره دايما بيعمله مفاجآت وبيعمله حاجات حلوه فده بالنسبه لبرج الحوت ممكن شوية يبقى ماين لانه سومة العاشق شوية في نفسه برج تاني رومانسي جدا وما يبانش عليه العقرب العقرب برج بيحب قوي ولما بيحب ما بيبقاش شايف حياته كلها غير الشخص اللي بيحبه بيبقى عايز دايما زي ما قلنا قبل كده في فيديو بتاع العيوب بتاعة العقرب ان هو بيبقى عايز الحاجة تتعمله ومش هو اللي يعملها فهو رومانسي بس هو هيقول له كلام حلو بس عايز يسمع اكتر هيعملك لقطات رومانسية بس عايزك تعملي اكتر دايما بيبقى مستني اللي قدامه يعمل نفس اللي هو بيعمله بزيادة لانه بيحب الرومانسية فهتلاقيه انا مش هبقى رومانسي لو انت مش رومانسية مش هينفع بقى بقول لكلام حلو وانت مش معايا على نفس الثكة يعني مش جايا معايا على نفس الطريق ما فعش اقول له تلهم حلو انت تقوليني او ترضي علي يا رد بارد لازم يبقى ردك بنفس القوة بتاعت كلامي وبنفس درجة الرومانسية فده بالنسبة للبرج العقرب يعني اوعى ابدا ابدا تستني من برجعقرب انه ويبقى رومانسى لو انت مش بتبادله نفس الرومانسية دى لو انت مش بتعمليه بنفس الطريقة مش بتحتويه بنفس الطريقة اوه برجعقرب طفلي اوي فنفسه يعني فى الرجالة عمليه على انه طفل دلعي وده من اكتر الابراج اللي بتحب اتدلع انها هتتدلع مع الشخص اللي هي معاه برج العقرب يعني دايما قولي له كلام حلو دايما دلعي دايما حاسسين انه هو كل حاجة في الحياة انه هو نمبر ون برج العقرب بيحب كده جدا بيحب الشخص اللي معاه دايما يبقى هو مصدر الدعم العطفي بتاعه هو بيعيش بالكلام الحلو بيعيش بالدلع فدي الابراج الاكتر رومانسية في كل الابراج يعتبر